السلام عليكم طلاب شلونكم شخباركم هسا راح نكمل البارت الثاني من محاضرة البكتورال ريجن ان شاء الله ما بقى بس تفاصيل لطيفة وحلوات ما بيهن شي تمام عدنا البكتورال ريجن شونو بلط سبلاي لها شونو التغذية مالت الدم شون يجيها الدم عن طريق شرايين اثنين اوكي بس ما نعرف السحن هذا اذا اقل لك اكزلاري ارت راح تعرف منين اجيه لا فلا سمح تشيلك منين اجي وهذا هم منين اجيه ثاني اوكي فخلنا اتفاصيلين اول شي من اول ما يطلع الدم من القلب لحد ما يوصل الابر لم هي جادة يوصل لك الفكرة فهنا عدنا هذا القلب هاذه جيبوا اللون احمر هاذه قلب طلع الدم منين يطلع القلب من الايورته اللي هو الابهر سمونا ايورته او اورته مزين هذا هو الايورته من غير اللون اللي هو الساعد الساعد ساعد الدم بي هنو صار بي فره مثل القوس يسمونه الارش اوف ايورته هنو برح ينزل يسمونه الارش اوف ايورته فهسه اسا صاعد نازل الفره مالته الاستداره هاي سوانا قوس بيها قوس يعني ارش فسمينا ارش اوف ايورته هنو ترى المصطلحات كلين حلوات وواضحات زين الارش اوف ايورته رح يطيني برانشات ثلاثة اول برانش تمام رح يسمونه مثل ترانك سوما كاتبين ارتري وبالواقع ترانك يعني مثل الجذع ليش ان هو قصير هو قصير شوي وينتهي رح يتفرع هذا شوي ويتفرع ما رح يبقى فما يسمونه ارتري انا ما يسمونه بريكيو سيفالك ترانك بريكيو سيفالك ترانك سين ليش بريكيو سيفالك لان بريكيو لان ل triggers كبير لان السيفالك create يغين مدى mayoría البريكيoin بريكيال لان بريكيو مدى راح يذهب вдруг راح يسعد بريكيو الوغن هذا سيفالك مدى القسم الأول اللي فوق رح يسعد للرأس سعد ش رح نسمي Right Common Carotid Artery يعني artery هذا Common Carotid أول شي ليش right ليش right لأنه هو بجهة اليمين سحنا جايح جهة اليمين في طبيعي Right زيان Common Carotid Artery Common Carotid يعني كلمة common دائما خلوها بالكم إذا سمعتوا شريان common معناها هذا بعض شوية رح ينقسم يعني هذا الكون هذا الright common من رح يكمل كذلك رح ينقسم إلى internal و external بس هذا الهل إلى داعي هسه لا ما لكم علاقة بي عفو يولي بس رتكم مع حتيب قبالكم إنه هسه البريكي و السيفالي كترانكي اللي طلع من الArch of aorta ش الطاني من طاني Right Common Carotid Artery زيان كذلك رح يطيننا Subclavian Artery هم بجهة الright هذا Subclavian Artery أوكي Subclavian Artery طاني Subclavian Artery أوكي ليش سمنا Subclavian كلمة Sub يعني أسفل Subclavian يقصد بيه clavicle فهو جوه الكلافكل رح يصير جوه عظمة الترقوه هي هاي وبجهة اليمين حسين إنه نحن نجي للجهة اليسرة الArch of aorta ما رح يطيننا بعد يعني سنمتعودي إنه دائما نحتي باليمين نحتي نفسه باليسار بس الArtery لا عمال علاقة يقل لك أنا مو بالصدر وأنا بالقلب فبكيفي أريد اليمين تختلف عن اليسرة شونه شون الاختلاف أقل لك رح يقل لك أنت باليمين بجهة الريت شطلع عدنا من الArch of aorta طلع عدنا هذا الترانك اللي يسمينا Brachiosyphalic Trunk صح؟ أو Artery قلنا بس هو Trunk أفضل زيان هذا الArch of aorta بجهة الريت اطلنا هذا وذن يتفرعا إلى Subclavian وإلى كمان Carot هذا يقل لك بداً ما أنطي Trunk وهذا الترانك يطينا ترانك يعني توصاله بداً ما أنطي توصاله وتطيني Subclavian وCarrot لا أنا رأسا أنطي Carot وSubclavian يعني تخيل أنه هذا بجهة Left رح يطينا Brunch اسمه Left Carot رأسا بدون ما يطينا توصاله وهنا رأسا نطينا فرع سما Left Subclavian فصار عدنا شغل هسا صار عدنا Carot كم واحد اثنين واحد يمين واحد يسار واحد يمين وهذا اليسار وصار عدنا هم Subclavian اثنين هاي واحد وهاي واحد ويمين ويسار هذا السبق لابين بس تعصلك كم توصال عدنا كم أبريك يوسيفال كترانك عدنا رح تقلي بس واحدة قلي بيا جهة تقلي اليمين استطيتك أساسي اللي بلط صبلا أنت هنا ملك شرايين Subclavian بجهة Left و common carotid بجهة Left والتوصال شنسمونها Brachycephalic Artery أو Trunk هاي Brachycephalic Trunk رح يطينها شنو رح يطينها كذلك شرايين اثنين ولكن بجهة Right شنه common carotid و Subclavian ولكن بجهة Right خلصنا عرفنا Subclavian من اجي هس نكمل نجي نشوف مسار Subclavian Subclavian مطلع حسن بجهة 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 لانه بجهة 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 نجي نشوف ماذا يفيد Subclavian هذا Artery هذا هاي توصالة صحيح رح تفرع كمان كاروت واحد ثاني اللي هو Subclavian صاحبنا رح يجي للارم رح يدخل جوه ترقوه ويدخل نفس الجهة بجهة بجهة وانما كمان كاروت رأسا رح يصعد للراس بجهة و Subclavian رح يطلع بدون توصال رأسا رح يجي ويدخل رح يدخل للهاند او للارم يعني عن طريق الأجزلة ومن جوه ومن جوه هاي تشوفون تشوفون هسه هاي طلعته رح يعبر من جو الكلاب هاي الكلاب هاي الكلاب من جواها سين اللحظة اللي يعبر بيها اللاترال مارجن يعني الحافة اللي تكون بجهة اللاترال ما تتل الظلع الأول رح يتغير اسمه ما رح يبقى Subclavian وانما رح يتحول الى اللاترال مارجن ما تتل الظلع الأول نوضحها أكثر انو هذا الظلع الأول هذا هو الظلع الأول هذا هو الظلع الأول أوكي اللاترال مارجن هاي مالته بس يعبر ما رح يبقى Subclavian مؤجا وصل الهنا من رح يعبر ما رح يبقى وانا مش رح نسميه أكزلاري فهذا اللي منا لهنا هذا كله أكزلاري سين عرفنا هسه كل سوال في Subclavian عرفنا سين يجي للأكزلاري نقل له شون سالفتك سين يقول أنا رح أبدي منين من اللاترال مارجن متى الفرست الأول أو الفرست رف الظلع الأول منها أبدي يعني من هاي النقطة بدأ بدأ ونزل هذا شل سميه بدأ ونزل نزل 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 لحد ما عدنا عضلة اسمها تيريس ميجر سين تيريس ميجر ها هي ها هي هاي تيريس ميجر سين هاي تيريس ميجر الحافة السفلية مالتها من يعبر من يمها رح يتغير اسمها ما رح يبقى أكزلاري آرتري فالسبك ليه فيا نطاني أكزلاري آرتري والأكزلاري آرتري مش هي بس ما بقى أكزلاري آرتري وكذلك رح يتغير اسمه رح يتحول الى شنو الى بريكيال آرتري يمتى من يعبر الحافة السفلية ما عضلة تيريس ميجر اللي رح نشرحها بعديا نجي نوضح اكثر شنو هالتفاصيل شنو هالغموط نقدر نقول غموط هسن نشيل الغموط شلون اجي احنا قلنا صار عدنا أكزلاري آرتري بدل أكزلاري آرتري من هاي الحافة ما تتررب نزل هذا الأكزلاري آرتري مشي 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 وصل تيريس ميجر هاي الحافة العلوية مالتها هاي الحافة السفلية من يعبر الحافة السفلية بهاي النقطة شنو رح نسمي بعد ما نسميه اكزلاري رح نحاوله الى برايكيال آرتري تحول من اكزلاري آرتري الى برايكيال آرتري الهنا تمام البررايكيال آرتري هذا اللي موجود نفسه بالعضد او بالمرفق اللي ينقيس من عنده الضغط الدم يعني نحط هاي الكف مات القياس الضغط ونقيس به الهنا تمام كلش تمام هنا نقول هذا السبك ليفين كان بعده قبل الرب شنسميه سبك ليفين عبر الحافة ما تتررب تحول الى شنو أكزلاري مش هالأكزلاري مش هالأكزلاري هاي التريس ميجر بالحافة السفلية مالتها وهاي الحافة الألوية هو يم الحافة السفلية رح يتحول الى شنو الى برايكيال آرتري بقيت شغلة واحدة بس عردا اقولها الكم ما اشفتها لحد الان ما اشفتها موجودة بمعازمة تمام بهاي المحاضرة ما مذكورة بس عردا بره ذنتي و اقوله شنو السالفة انو الأكزلاري آرتري اللي بده من نانه وانتهه نانه رح يتقسم ثلاث أقسام شنو ذنى الأقسام قسم صاير قسم أول صاير فوق عضلة البكتوراليس ماينر اللي سنو ندرسناها ها هي عضلة البكتوراليس ماينر وكي هو فوقها يعني وان صاير هذا هو هذا القسم الأول فالقسم الأول من الأكزلاري آرتري هو الموجود فوق عضلة البكتوراليس ماينر القسم الثاني من الأكزيلاري آرتري وين موجود خلف البكتوراليس ماينر خلفها واذا جاء يشوفون هاي البكتوراليس ماينر وين موجود هو خلفها هذا هو هذا الثاني هذا الرقم الثاني هو يقصد به القسم الثاني الجزء الثاني من الأكزيلاري آرتري زين اكو بعد قسم ثالث وين موجود القسم الثالث موجود جو هاي العضلة فيعني عندنا قسم فوق العضلة فوق البكتوراليس ماينر الثاني وين موجود خلف البكتوراليس ماينر والثالث جوه البكتراليس ماينار خلصنا ما عدنا شي بعد نشوف هسه شغلة بعد أخيرة اللي هي هسه عرفنا كل تفاصيل أقزل الأرتري وأقسامه ومنين يجا وش رح ينطيني وكل عرف ده صح بالنسبة للإنترنال في الراسك أرتري منين يطلع هذا؟ يطلع من السبك يعني السبك ليفيان رح يطيننا رح يطيننا أرتري هذا التوصالة مالتنا اللي هي البريكيوسيفالك انطلتنا الكمون كاروتيد الرايت هذا هو الكمون كاروتيد سعد لي فوق للرقبة سين سعد وانطلنا السبك ليفيان صح؟ السبك ليفيان لازم يطيننا يطيننا أكزيلاري صح؟ قبل لا يطيننا أكزيلاري رح يطلع من عنده تفرع هذا البرانش اللي رح ينزليه جوه نسميه انترنال ثراثك أرتري انترنال ثراثك أرتري هذا الانترنال ثراسيك كان يظل يمشي من اسمه داخلي ثراسيك كان صدري ينطي برانش اسمه بيرفورايتنق برانش هذا البرفورايتنق برانش سيغذينا البكتورال ريجين تخيلوا هذا الحجي كله بس على مود هذا الاستعيد شوني يعني يعني البكتورال ريجين تتغذى عن طريق برانت من الانترنال ثوراسيك آرطري هذا الطويل اللي طلع منين من السبكليفيان هذا الانترنال ثوراسيك آرطري كي ان رح يغذى عن طريق برانت من التنسمي بيرفورايتنغ برانت زيان فسه من اقل لك هاي غذي لي الفكتورال ريجين رح تقل لي شرايين2 حقلك عدد لهم رح تقل لي اول شي الاكزلاري اعتري بس من اقل لك ما رح تكون انت ضعيف بهاي معلومتك ليش؟ رح تقل لك هذا الاكزلاري اعتري اللي جاي يغذي المالك بالكتورال ريجين مني نيجي حقلك من السبكليفيان صح؟ حقلك لي يعني من السبكليفيان هو استمرار للسببء سيقوم برامعة المساء سيقوم برامعة الحيث سيقوم برامعة المساء بعد الغذيلي هاي البكتورال ريجين راح تقليلي بعد اكو برانش راح تقليلي بعد برانش اسمه بيرفوريتينج برانش جاي نبني من الانترنال تراسيك ارتري اذا اسئلك الانترنال تراسيك ارتري اصلا منين جاي احد قلي اجاني نسبوكلافين هو عبارة عن تفرع نسبوكلافين يعني نسبوكلافين انطاني الانترنال تراسيك ارتري والانترنال تراسيك ارتري انطاني برانش اسمه بيرفوريتينج برانش وهذا البرفوريتينج برانش غدالي البكتورال ريجين بمتاعدة الاكزلاري ارتري خلصنا البلطس اولاي اوكي واحد قليلي محمل تكثرت حجيه انا بس سطرينج لدعوه لقد حجيه احقلك هذا اساسك انت كطبيب مستحيل ما تعرف هاي المعلومات كطالب محل ثان اوكي لا توقع ان هاي معلومات زايدة انا ما متونه ازاي اطول المحاضر بيعك ازاي اتعب جاي يشوفوني بس والله كلش مهمات وبالثوراكس راح تاخدوهن بالرس بيريتري تحتاجوهن بالكارديو تحتاجوهن يعليش ما تدرس انطاني اوكي لازم تقروهن بالنسبوكلافين احطيكم قاعدة بالتشريح الفيناصدرنج اللي هو يعني التصريف الوريدي يعني المحتويات مالاوردة دائما ما يهتمون له ما يهتمون للأوردة زيان دائما ما يهتمون لها اوكي يهتمون اكثر شيء للأعصاب انه يهتمون للشرايين واخر اهتماماتهم هو الذين اوكي هي الاوردة اخر اهتماماتهم لذلك ما رح نطي تفاصيل عنها مثلا يقول انه هنا اللي ياخذن من البكتورال ريجن ويسوىن فينا صدرنج تصريف مالاوردة رح يتمثلا بشنو افديب وسوبر في اشيال يعني اوردة تكون عميقة ديب واو اكون بها سوبر فيشيال يعني السطحية الديب رح تمثل بمن بالأكزياري فين أوكي يلي رح ياخذن المصل من العضلات فالأكزياري فين اللي هو اعتبر ديب فين رح ياخذن العضلات الدم الغير مؤكسج زيان والسوبر فيشيال فين اللي هي السطحية رح تاخذنين من السيفاليك فين أوكي اللي ياخذنين يجيب هذا من الأبرلم أوكي ورح يعبر يمد دل ويخترق الكلافية بكترال فيشية حتى يصب بالأكسلار ما هو التفاصيل؟ لا، لا، ما هو كل شيء مهم اخو انا قلت لك الفينات مو مهمات بس هاي الشغلة مهمة ما هو الفكرة؟ احنا عدنا مثلث عدنا تراينجل هذا التراينجل موجود بين منو ومنو بين الدلتويد سوف نأخذها في هذه المحاضرات هذه هي عضلة الدلتويد وهي عضلة البكتوراليس ميجر ما هو المساحة مثلثة ما هو المساحة؟ دلتو بكتورال تراينجل تراينجل يعني مثلث دلتو يعني دلتويد بكتوراليس ميجر بين هذه الشغلتين بين بين dalلتويد وسوف نسمي دلتو هذا دلوتو ساعة داذا تراينجل وهذا الاخد و فكتورال تراينجل خلصنا من هذا المثالث Con squeezing هذاه نسالف ماذا نجد religion لسوف نجد Plural Culativa بالفكتورال فييجي هذا السيفالك فين. شي سوي. رح يجي ويطب من هذا المثلث اللي هو الكلاف اللي هو الدلتو بكترال تراينجل رح يطب من خلاله مثل ما تشوفون شون هو داخل به ورح يخترق الفيشيا اللي اللي سميناها كلافي بكترال فيشيا حتى يصب وين بالأكزلاري فين اللي هو يعتبر شنو ديب فين. فالسوبر فيشيا الفين هو رح يصبيها السوبر فيشيا الفين. رح يهي造 بiverso brutal الفين. من هو ديب فين؟ هو الرحمية. من هو السوبر فيشيا الفين؟ السيفالك السيفالك هذا السيفالك؟ اسي يقل قبل عمرتي. على الرحمية تعالىól. السيفالك فين هو السوفالك. باشي الفین هذا رح يجيب المحتويات مالتي من الأبرلم. ويخترق او يدخل من المثلث اللي نسميه دلتو دلتو بكتورال ترينجل ويخترق ان الفيشي اللي نسميها كلافي بكتورال فيشية حتى يصب وين يصب بالأكزيلاري فيين بالأكزيلاري فيين انفرا يعني اسفل وكلافي كولر يعني ترقوه فوستي يعني حفرة فالحفرة اللي موجودة جوة عظمة الترقوه انترا كلافي كولر فوستي سأسئلك سؤال شنو الشي اللي يخترق لي الالتو بكتورال فيشية سوف تقللي سبو كلايفيان وفين هو يخترقها بها البساطة وبعد الماماريقلاند ان الغدد مات الثدي سيصير فيناس درنيج انتو ديب فين يعني بالعميقات اللي هنا الانترنال في الراسك فين واللاترال في الراسك فين سارنا عندنا جد فينات هالسة أول واحد الأكسلاري فين اللي هو ديب والسيفالك فين هذا مو ديب ولكن راح يطب حتى يصب بالديب بالأكسلاري راح يصب ومن الماماريقلاند يعني من الغدد مات تفتدي راح يصبن وين ذني راح يصبن بالديب بالأوردة اللي تكون العميقة اللي هنا هنا الانترنال في الراسك فين واللاترال في الراسك فين خلصنا الفين هذا السيفالك فين يطب من الترينجل ويخترق اوكي اوكي عن طريق هاي الفتحة اللي هي دلتو بكترال ترينجل هذا المثلث نيرث سابلاي نيرث سابلاي نيرث سابلاي نيرث سابلاي يعني تغذية عصبية تغذية عصبية وبجاهة الميديا الواحد يعني اثنين هموة هذا يعتبر ترينجل تفرعات نهائية من الكورتس من البرايكال بلاكسيس اللي اخذناها بالساشن السابق ستقلي برايكال بلاكسيس معناها من كلين من سي 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 ايت حد تي وان كلين يعني كلين ينطني هذن اللاترال والميديا البكترال نيرث راح يغذي للبكترال ريجين زين بالنسبة للسبوكلايفيانتس او السابقلايفياس اللي هي عضلة اللي موجودة جوا الترقوة اللي اخذناها بالتفصيل راح يجيها عصب خاص بيها اوكي فاش راح نسمي هذا العصب نيرث سابقلايفياس هو هايش اسمه انه هو العصب المخصص للسبوكلايفياس لعةسبقلايفياس منين يجينا هذة؟ هذا يعتبر برانج .. يعني فرع من الابارترانك او السبيريارترانك من البريكال بلاكسيس تذكرون البريكال بلاكسيس كان بيهه ثلاثة mouvement عالوي الاول واحد كتبناه جوا نفس الابارترانك فالهاي الابارترانك راح تطينة يروح للسبوكلايفياس بهنا تمام عضلة واجدها جوا عصب الثالث سيشتغل على هذه المنطقة ويغذيها المالبكتورال ريجن العصب الثالث هو اللونغ ثوراسيك نيرف اللونغ ثوراسيك نيرف هو من اسمه طويل تمام رح يمتد نيل من السي فايف سي 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 سبن كلهم ياخذ من عدهن زين من البريكلبليكسيس يعني تخيلوا انه سي سي فايف سي 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 سيفني سي سي سيدا سي سي ساي حتى انطني لونغ ثوراسيك نيرف سي غذيي ال بكتورال ال بكتورال ريجن يجب تحفظوهن ذنين كل شموهن اتالي وكل واحدة من اين تطلع نظر سي 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 من كل هن هذا الاول هنا اول ثنين والثاني لا ترال اثنين هما ميديل و لاترال بيكترال نيرف C5, C6, C7 C8 و T1 نيرف تسبق ليفين من الأبر ترانك واللونك في رأسك C5, C6, C7 ماتل طبعاً طبعاً سيخاف منطقة العنق طبعاً اخر شيء قدنا يقول الأهمية السريرية الكلينيكول الكلينيكول انو عدنا شو نستفاد من عنده حتى نحدد الهارت نسمع صوت الهارت و صوت اللانج الساوند مانت الهارت بفعلاً لازم نعرف التركيب حتى ندل ابياء انتر كوستل سبايس راح نسمع الهارت وهي إن شاء الله نشرح لكمها بالكارديو انو قل لك مثلاً الكارديو بالكارديو قل لك تسمع بالفورث انتر كوستل السبايس تسمع واحد اثنين او خل نغير القلم بس واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة بين الرابعة والخمسة يعني هنا هنا تسمع الصوت ماتل الهارت و هاي اصوات بعد في اعتمد عليها فهاي اهمية سريرية اعتمد اجل دفحة قلب واحد و اخلي السماع علي اندل و اخليها بعد شنو عدنا مهم سريرياً عدنا الكلايفي بكتور الفيشي لازم نعرفها لان هي مهمة سريرياً ليش؟ لان هي تسوي بروتكشن يعني تحمي الفيزلز اللي اوعية الدموية والنيرفس اللي موجودة جواها اشياء اللي موجودة جواها هي اللي تحميهن انه تغطيهن وتحميهن اوعية الدموية والاعصاب و بنفس الوقت انه الابرلم منصر به ابسس يعني خراج يعني تصير التهاب وتصير مادة يعني بص يسمون كلها الدم حمور وخلايا ميتة مثل نقول الوساخة يعني تمام هذا الابسس اوكي ان شاء الله تاخدونا بلعب وتعرفون تفاصيله ما قدر احتي ووضح تفاصيل الابسس بس المهم ان هو مادة شون القيح نسميه او خراج هذا الابسس مني تكون بالابرلم ما هي ما تخليه انتشر يعني شون تسوي تقلل من انتشار هذا الابسس اوكي الابسس يعني تمنع او تقلل انتشاره اوكي تقلل الابسس من الابرلم اوكي اوكي لا مكملين يعني ما يخلي الابسس ينتقل من مكان المكان الفكرة هي انه هي تعزل وتسوي تحركة الابسس وهي عبارة عن غشاء يمنع يمنع عازل يعني هي عازل بعد شي مهم عدنا الفركشور ماتل الكلافكل انه الكلافكل كلش ممكن انه تنكسر زين خصوصا اثناء استقوطه شايفة عليها الصور شون يطيحون الفكرة انه واحد انكسرت الكلافكل مالته فوين اكثر مكان ممكن ينكسر وين اكثر مكان معرض للخطر نقول اللاترال third of clavicle شين هي يعني هاي الكلافكل يحط لكم صورته تمام قسمها ثلاثة اثلاث هذا الثلث الاول هذا الثاني وهذا الثالث هذا واحد او شبيرة صارت هذا الاول هذا الثاني خطة شبيرة طمعا هذا الثالث هذين ثلاثة اثلاث انهنا تمام قسمناها ثلاثة اثلاث الثلث الاول رح يكون قريب من الميدلاين هذا نسميه medial وهذا اللاترال اللي هو بعيد واللي بالنص مدل بالنص الثلث البعيد اللاترال هو اللي راح يكون معرض للكسر بكثرة يعني هاي المنطقة هاي المنطقة معرضة للكسر بكثرة فالكمان سايت يعني اكثر مكان ممكن يصير بلكسر هو اللاترال ثرد ثرد فروم لاترال ثلث اللي موجوده بجهة اللاترال السرطان الثدي يقول انه نلاحظ ونسوي ان نباوع للتشيست رح نلقى انه اكو عدنا ابنورمالي يعني تشوه او شكل غير طبيعي بالتركيب مات البريست نفسه يعني البريست شكله سير ابنورمال غير طبيعي ونفس الوقت لازم نعرف اللمفاتك درنج والمستوكتومي اللمفاتك درنج يعني التصريف مع اللمف لازم نعرف لان البريست بيغدد لنفاوية وهي شي فلازم نعرف انه بعد شغلة انه الكنسر ممكن ينتشر عن طريق اللمف فهذا يفيدنا لازم نعرفه زين الميتستيسس شنو يعني الميتستيسس رح تاخدونا ان شاء الله اكوام يسمونه متستيسس لا هو متستيسس يشي الطف زين شنو هاذه الميتستيسس انه الكنسر الورموات الكنسر ينتشر بالجسم من ينتشر بالجسم يسمونه صار متستيسس زين ما استوكتومه شنو يعني كلمة تومي او اكتومي معناها ازالة استئصال عملية جراحية سيرتجرية يعني وشلنا بها العضو ما استوكتومي يعني نشيل او نسوي استئصال للثدي اوكي هي نذني انشاء الله او النقاط السريرية المهمة بالصدور او بالبكتورال ريجين وثانكيو لكم ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة